تغلب الترجع على هلال الشاب اثنان سفر اليوم السبت بالجولة التاسعة من منافسات المجموعة الاولى للدور التونسي ورفع فيها الاحمر والاصفر الرصيد الى ثمانية عشر نقطة وليحتل المركز الثاني فيما تكبد هلال الشاب الهزيمة الثاني على التوالي وتجمد رصيده عند السبعة نقاط بالمركز الثامن والاخير وعرفت بداية الشوطة الاول محاولة من هلال الشاب الذي كان سيفتتح النتيجة في الدقيقة اثنان لكن الحارس معز بن شريفية تألق وابدع وابعد الكرة الى ركنية وضغط الترجع ونال ركلة الجزة لكن فشل في تسجيلها حمد الهوني وعقب تألق الحارس عبد السلام الحلاوي ثم انتهى الشوطة الاول بالتعادل السلبي وفي انطلاقة الشوطة الثاني نجح انيس البدري في افتتاح النتيجة وبعد ان ارتدت تسديدة محمد علي بالرمضان من الحارس واتبعها البدري في الشبان واحتج فريق هلال الشاب على الهدف معتبرا ان الهدف رفقته عملية تسلل لكن الحكم كد شرعية الهدف وبعد التشاور مع مساعده وائل الحناشي وفيما تواصل ضغط الترجع على طريق الهوني الذي مرر لمحمد علي بالرمضان المتألق والذي وجد نفسه وجها لوجهه مع حارس المرمى واسكن الكرة في الشبان وحاول هلال الشاب تذليل الفارق حيث اصطدم بدفاع حصين وبحارس يريد اثبات احقياتي وجدارتي بالعودة لحراسة الترجع وانتهت المباراة بفوزي الاخير 2-0 والحمد لله وان شاء الله الترجع يبقى ديما في المسار الصحيح وفي الشامبيونز ديك الافريقية التكيد والانتصار والعودة لملال اللقب من جديد نرجع نحكيه على الا شركة الرياضية الايطالية اللي بشدير مصابقة دوري السوبر كما اشار موقع يلا كورا المصري وبرشا مواقع اخرى وحيث بدأت هوية الشركة تظهر بطلوعها حيث حصلت شركة ايطالية على ادارة وتنظيم مسبقة دوري السوبر بالتعاون مع الاتحادين الدولي والافريقي لكرة القدم وحيث يستحوذ فيفا والكاف على نسبة 51% مقابل الشركة الايطالية على 49% ولن يتحمل اي فريق مصريف الايقامة ولا التنقلات ولا رحلات الطيران وحيث ستتحمل الشركة المديرة كافة مصريف وجوائز البطولة وهذا طبعا يهم الترجي المشارك فيها بالتوفيق